خطوة واحدة تحقق هدفين هكذا تسعى شركة مصرية في تحويل المخلفات البلاستيكية إلى بلاط أسمنتي وذلك لعلاج المخلفات الخطرة خاصة البلاستيكية ولإنتاج مواد تساعد في رصف الطرق في الوقت نفسه نحن نركز على مخلفات البلاستيك ونطوعها في منتج يقدر يكون مفيد للبشرية وفي نفس الوقت نخلص من التأثير البيئي السلب لها على الجانب الآخر صناعة مواد البناء من أكتر الصناعات الملوسة للبيئة في العالم وده بسبب الانبعاثات الكربونية الكبيرة اللي بتطلع من صناعة الأسمنت أو حتى من الأبنية وهكذا الفكرة انطلقت من الرغبة في القضاء على المخلفات وإيجاد بدائل للطوب بأسعار أقل من الموجودة في الأسواق حد دلوقتي عملنا تدوير لأكتر من 5 مليون كيز بلاستيك بس ده مجرد البداية نحن نهدف بحلول 2025 نكون عملنا تدوير لأكتر من 5 مليون كيز بلاستيك وحاليا عندنا خطط للتوسع جوى مصر وعندنا خطط للتوسع في بعض الدول العربية وفي مصنع الشركة بضواحي القاهرة يحمل عمال براميل كبيرة محملة بنفايات بلاستيكية ممزوجة ليتم صهرها وضغطها يباع البلاط المنتج إلى مطورين عقاريين وشركات مقاولات لاستخدامه في بناء الأرصفة بالأماكن المفتوحة وبحسب تقرير صادر في عام 2020 عن الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة فإن مصر تعد واحدة من أسوأ الدول تلويثا في منطقة البحر المتوسط بنحو 74 ألف طن من نفايات البلاستيك تصير إلى البحر سنويا وحضرت مصر في السنوات الأخيرة استعمال البلاستيك الذي يستخدم مرة واحدة فقط في العديد من المحافظات ترجمة نانسي قنقر